أقول لك يمكن للأسف منتخب موريتانيا لم يستطع التأهل إلى نهايات كأس الأمم مصر وبيتسوانا انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد موريتانيا كذبت الرأس الأخضر وبالتالي ترتيب المجموعة مصر 14 نقطة منتخب بيتسوانا 8 نقاط ثم موريتانيا 7 نقاط والرأس الأخضر بأربع نقاط بيتسوانا بتتأهل لكأس الأمم بعد غياب أكثر من 13 سنة آخر نسخة لعبت فيها بيتسوانا كانت في نسخة 2013 2012 طبعا يعني كده احنا عرفنا 22 فرقة أهلت بيتسوانا بيت الفرقة 22 وكده هيبقوا 6 فرقة عربية 6 فرقة عربية مصر وتونس والجزائر والمغرب والليبيا مصر وتونس والجزائر والمغرب وجزر الأمر والسودان دول الست ليبيا ما صعدتش وموريتانيا ما صعدتش بالزبط كده وكده أعتقد العدد اللي كان موجود في الكاميرون 2021 كان ستة ولا كان سبعة كان سبعة كده دي تانية دي هتبقى تانية أكتر حاجة يعني مشاركة عربية أكتر مشاركة عربية كانت في الكاميرون كانت سبعة بالزبط كده كنا بنتمنى مشاركة تامة المنتخبات العربية ولكن للأسف يعني خروج جليبيا خروج موريتانيا فبالتالي ست منتخبات هيكون موجودين في المغرب طبعا المغرب الدولة المستضيفة مع خمس منتخبات عربية على رسوم بالتأكيد المنتخب الوضع طيب تحب تختم حاجة بالنسبة لمنتخب مصر؟ حاجة بيقول لحدك أن لعبة النادي الأهلي متقلقين فيه ظاهرة كويسة جدا برضو لازم نحن نتكلم فيها أن هي تقلق تقلق عبناء الأهلي في المنتخبات كلها النهاردة بنشوف مصطفى شبير بيتقلق بس في لقطة أنا يعني عجبتني شوية في التسخين ما شفت شفتش الاتنين الحراسي التانين سواء محمد أبو جبل أو عواد مش موجودين مع مصطفى في الإحماء في الإحماء فدي هم زعلانين أنه المهدي سليمان وعواد مش موجودين في لا المهدي سليمان وعواد مش موجودين في التسخين فدي نقطة أنت لو زعلان ما ينفعش أن أنت تأثر على زميلك مش معنى أن أنت يعني في لقطة انتشر الكلها على السوشيال ميديا مصطفى النهاردة أول ماتش دولي في سن صغير حارس المستقبل بتاع مصر هو داخل في مسابقة أفضل لعب في داخل الكرة الأفريقية وأفضل حارس مرمى داخل أو في أفريقيا فاللقطة بصراحة مش كويسة وأتمنى أن يكون فيه توضيح توضيح من الكابتن حسام حسن ويكون فيه عقوبة لو فعلا الكلام ده حصل أن الاتنين الحراس التانيين ما سخنوش مع الحارس الأساسي المنتخب مصر لازم يكون فيه توضيح ويكون فيه عقوبة للناس دي وأنا كمان بأدعم اختيار حسام حسن وسعفان الصغير كمدارب حراس مرمى لاختيار مصطفى شبير حارس صاعد حارس واعد داخل بنافس على جواز الأفضل في إفريقيا وعنده من نفسها قوية جدا مع حارس مامولي دي سانداونز وعايز أقول لكم يمكن الجواز دي فيها كوارس كتير هتقالي الفترة جاية يعني إذا مصطفى نجح هو أو حسن الشحاد في جايزة من جايزتين ده يبقى إنجاز صعب جدا نتيجة أنه فيه تفاصيل في الجواز مش عايز أقول لكم مداها وصل لفين يعني فأكيد جهاز المنتخب لازم يدعم حارس الأهلي في توقيت زي دا ومصطفى حارس المستقبل شفناه النهاردة معنا برضو صد كرة هايلة هايلة رد فعلة ممتاز دي الكرة اللي كان فيها كانت في الديها 33 كانت تزديدة قوي جدا من المهاجم بتاع بطسوانا وقدر إن هو يشيلها برضو ننتقل من تقلق مصطفى شوبيل لتقلق أحمد نبيل كوكا أحمد نبيل كوكا الماتش اللي فات عمل مباراة هايلة جدا بره ملعبنا قدم أداء عنده شخصية واحد من اللعيبة اللي مرسل كولر هو كان ليه سر في أنه يتواجد في المركز 8 وبعد كده دلوقتي بقى أساسي جنبه مروان عطية حتى منتخب مصري يعني كابتن حسام حسن بقى مروان عطية الأساسي وبديله أحمد نبيل كوكا في مركز 6 في النادي الأهلي بنشوف أحمد نبيل كوكا فده برضو تقلق والناس دي كلها خارج منين من قطاع الناشئين في النادي الأهلي مصطفى شوبير خارج من قطاع الناشئين في النادي الأهلي أحمد نبيل كوكا أنا بكلم عن اللعيبة كمان المتقلقة في الفترة الحالية كمل على المنتخب الأولومبي المنتخب البتاع 2005 أحمد خالد كباك اللي هو معارض الوقت لنادي مودرن سبورت وده برضو واحد من اللعيبة اللي أنا بشوفها هتبقى خليفة مروان عطية في المستقبل في النادي الأهلي لسه واخد رجل المباراة ما نفزماتش هو أحسن لعيب في فترة منتخب 2005 هو الوحيد اللي عنده شخصية كورته حلوة يمكن ميكالي بيستخدمه قدام الاتنين المساكين إن هو بينزل ويعمل بناء الهجمة من تحت لأنه من اللعيبة اللي بتبني بتجيب بناء الهجمة في شكل كويس جدا فشوفوا اللعيبة اللي خارجها من القطاع هات اللعيبة اللي بعده برضو منتخب 2008 حمزة عبد الكريم المهاجم المتقلق والمهاجم اللي هيبقى ليه مستابع كبير جدا إن شاء الله بيسجل هدف مع منتخب 2008 وبيقود المنتخب للفوز والعودة مرة تانية هات الصورة اللي بعدها هتلاقيها هو ده قدامنا فكل اللعيبة دي خارجة منين خارجة من قطاع النشئين في النادي اللحن واسل معنا الصورة عشان الناس برضو تعرف عليهم بدل بدل ده حمزة عبد الكريم واحد من المهاجمين الممتازين ده مهاجم موليد 2008 يعني عنده 16 سنة هو اللي بيسجله وبيقود المنتخب للعودة ويعمل رومنته ده المنتخب كان خسران واحد سفر قدام الجزائر بيرجع اتنين واحد معها طبعا بلال عطية معها كذا حد في المنتخب بس المتقلح احنا بنتكلم على اللي هم متقلقين فيه أربع فعلا متقلقين خارجين من قطاع النشئين في النادي الاهلي مصطفى شبير أحمد نبيل كوكا أحمد خالق كباكا اللي هو معارحليا من النادي الاهلي ليه مودرنس بورد والرابع حمزة عبد الكريم موليد 2008 فده بيأكد ان قطاع النشئين دايما ولات في النادي الاهلي